السلام عليكم ازاي يكوي حباب قلبي عاملين ايه ياربو كلكو تكونوا في احسن حال فيديو نهاردة هيكون فيديو حلو جدا جدا فيديو نهاردة هيكون ليك يا غالية قبل ما نكامل الفيديو ما تنسيش دعمكم الليا باللايك والاشتراك لو انت او مرة بتشوف القناة بتاعتي طبعا يساعدني وجودكم معايا وتكونوا من اخواتي الغالين حباب قلبي الغالين اللي معايا على القناة بشكرك كل حد دخل الايام اللي فاتت معايا جديد في القناة بشكرك انت كمان يا غالية لو انت معايا من زمان بشكرك من كل قلبي بشكركو يا حباب قلبي ربنا يجازيكو خير ويخليكم لي يا رب اللهم امين يا رب بجد انت عالت التانية والله لما بقولكم انت عالت التانية ففعلا فعلا انت عالت التانية متنسيش بقى دعمك ليه باللايك وطبعا بالكومنت المحفز ان زم انت شفتوا السيدة الجميلة الرئيئة كده اللي معينا فيديو نهاردة يكون فيديو حلو جدا لسيدة كده بتحب القناة وبتحب الجمال اول حقيقة ده التويلت بتاعها وعايز اقولكم ان هي لسه مغيرها ولسه مجددة التويلت كان شكله تاني خالص غير كده يعني بصوا يعني حابة ان هي تغيره كله كله يعني اه بالسيروميك او الفروكيه كل حاجة فيها اتغيرت وعملتها اه باللون الابيض داخل معا الجري البسيط كده وطبعا الجولد زي ما انتم شايفين اه بصوا هي كانت بتقول ان هي حطة كل حاجة يعني لما اجدت تجدد فيه التويلت حطت الحاجات كده في قلب الدرف يعني فوق بعضها علشان خوطر بس ايه اللي هو تزبطه بس اللي اللي لفت انت باي بس حاجة حاجة هي طبعا حطة العلاجات اه عفاكم الله عفانا الله من اي شيء يا رب اه في التويلت فمش عارفة ده يعني حاجة كويسة ولا مش حاجة كويسة مش عارفة اه بس هي طبعا حطهم مش كده يحطهم في واحدة طبعا فزا ما انتم شايفين جابت المنظمات دي وحطتها وحطت فيها الادوية هي زي نظام صيدلية يعني عاملها زي نظام صيدلية بسيطة كده في قلب الدرف هي فاكرتها حلوة مش وحشة اه ولكن اه انا بتكلم على حطة ان هو في قلب التويلت ده حاجة عادية ولا ده ايه مش عارفة هنيجي هنا بقى ليه الدرج بتاع اللي تحت الحوض على طول وزا ما انتم شايفين زا ما قلت لكم ان هي كتحطة كل حاجة كده لحد لما تنظمه او تجيب لهم المنظمات اللي هتليق بيهم او هتليق بالمكان فهميني جابت طبعا الاكليرك وجابت كمان المنظمات الخشب طبعا كل المنظمات دي بقت موجودة بكسرة طب فين في ايكرا او او موقع اكسبريس او علي بابو حاجات دي موجودة وعايز اعليكم كمان هي بقت موجودة في المحلات اللي هي بتاعة الادوات المنزلية موجودة بكسرة والله ولكن بتبقى ليهم جربات كتيرة على الفيسبوك يعني ممكن مثلا مثلا لو انت عايزة اي دكور او اي حاجة انت حبيها منظم مثلا اكليرك اكتبي على الفيسبوك كده منظمات الاكليرك هتتلاقي تلعي لك كتير في السرش بتاع الفيس هيطلع لك كتير جدا الصفحات بتاعتهم تخشي وتشوفي وتدوري وتطلبي اللي انت عايزة طبعا مع اختلاف الاسعار ومع اختلاف الاماكن او المحافظات او الدول فهميني طبعا ده شكل تويلت بتاعها بعد ما خلصته المراية بتاعتها تاتش زي ما انتوش الليد يعني تاتش فيها فزي ما انتو شايفين شاكله بقى شايفين الدنيا بتبقى حلوة فعلا لما احنا بنحس برواءة كده او تنظيم او ترتيب بجد بيكون حاجة حلوة جدا هنيجي بقى هنا ليه المطبخ بتاعها المطبخ بتاعها هي غيرت فيه اه حاجات بس مش كتيرة ولكن انا جايبها لكم عشان تشوفوها لو انتو حابين ان كنتو اه يعني تغيروا او تنظموا هو هنا اصلا المطبخ بعد ما كانت غيرت فيه وهتشوفو ده دلوقتي التغيير ده غيرت فيه ايه وايه اللي هي غيرته بس طبعا بما اني غيرت وجددت في قلب المطبخ فحابت ان هي تجيب الحاجات اللي هي الجميلة او المنظمات او الجارات اللي هي الاكليرك ودي برضو من قصمات دي بتاعت ايكيا اه وحطت الاستيكر عليها علشان طبعا كل حاجة تكون لما تعوز منها تكون مكتوبة عليها اه بعد كده بقى هتيجي للتنظيم او للترتيب بتاع الادراج اه وبردو هي هتنظم التنظيم بتاع الادراج والحاجات دي معاكم ولكن دلوقتي كانت برضو جايبة عجبتني اوي اوي بجد المنظم الشيك الكيوت الجميل جدا اللي هو بتاع الزيت بقى والسوسات والحاجات دي كلها حلوة اوي عجبني اه شكله حلو بصراحة انا شخصيا كأنا يعني كرودي لو انا اه لقيته في اماكن عندي هنا هو برضو على الفكرة موجود في ايكيا اه لو لقيته عندي هجيبه لاني نفسي بصراحة هجيب نفسي اجيب اتنين نفسي اجيب واحدة للخل واحدة للزيت اه ولو لقيته بقى سعر حلو ومتداول كده ان احنا نعرف نجيبه هجيب منه تلاتة اللي بقى هحط واحدة مثلا للزيت الزتون واحدة للزيت العادي واحدة للخل بس يعني مش هجيب اكتر من كده بصوا بقى يا حبيبي ده كانت تغيير شايفين بقى حبت ان هي تغير زي نظام رخامة جديدة او زي نظام سيروميج جديد بقى لكن هو ازاز اه حبيت ان انا اجيبهلكو عشان لو انتو حابين تعملوا حاجة زي كده او تطيفوا فكرة زي كده في قلب مطابقكم نقدر ان احنا نعمل الكلام ده اه طبعا اه بس كل حاجة وبيكون لها تكلفتها او بيكون لها مكانتها فاهميني ده طبعا ده التغيير اللي هي كانت عملته اه وبعدها طبعا نظفت المطبخ زي ما انتو شفته او زي ما انا جبت لكم عايزة بس افقرك يا غالية لو انت وصلت لحدات هنا من اللايك حطي بقى اللايك لو انت ناسية والله العظيم كتير منكم بيقولولي عايزة اه يعني انا من يومين اه كومنت برضو حبيبتي الغالية برضو قلتلي والله يا رودي احنا بنتفرج على الفيديو من حلوة وجمال وفعلا بننسى نحط اللايك ابقى فكرينا دايما باللايك عشان نحطه لان من جمال الفيديو احنا بننسى فانا بفكر كهوت يعني اتحط له اللايك حتى انا ثبتت التعليق بتاعها عشان فيه ناس بتقولي بطلي الحح على حتة اللايك دي والله العظيم هو الحح ولا جاء ولا حاجة بس اللايك ده يعني اللي هو يعني بيخليني اعرف ان انتو خلاص الفيديو ده حبيتوه او الفيديو ده كان حالو فبالتالي ان انا نزل لكم فيديوهات احسن من الاول فهميني وفي نفس الوقت بتساعدوني اكبر في القناة ان هي تنتشر او غيركم يشوفها وهكذا وبالتالي هنستمر في الفيديوهات بس فهميني هنا بقى كنت عاملة جولة بقى بعد طبعا ما خلصت المطبخ خالص وزبطت المطبخ خالص زي ما انتو شايفين شايفين الروائق يا جماعة وانتو اضافوا الله يا سيدي يعني بصوا انتو ما بتقولوش كده يعني بصوا انا اقولوك حقيقة انا فيها طب وحيات ربنا انا لما بخلص مثلا المطبخ عندي بزاة المطبخ يعني ممكن اكتريت ما اكتريت سيدات او النساء على كل حال او البنات اما بتخلص المطبخ بتحس ان فيه عبء كبير جدا نتشال من عندها وكأن بيتها يعني برة زي الفل حتى لو بيتك برة مش نضيف بس تخلصت المطبخ بتاعك فعلا فعلا بتحسي براحة والله العظيم بجد انا اللي زيه يكتب لي تحت في الكومنتات انا لما بخلص المطبخ بتاعي كل شوية ارجع ويعني اروح برة شوية واخش المطبخ الله شكلك حلو شكلك نضيف شكلك ابن ناس الحمد لله ان انا خلصت يعني دي مش عارفة هل انت عندكم نفس الاحساس بتاعي ده ولا ده احساسها بالميني والله العظيم ما عارف اقولوا لي تحت بقى المهم بصو هي خلصت المطبخ وخرجت برا على الريسبشن كانت جايبة بف او بنكت طبعا حلو جدا كان عندها واحد تاني ولكن غير هو كده كده يعني التغيير مطلوب يعني بصو هي هتشيل اللي هو البنكت اللي هناك ايوة ده وبعدين هتحط اللي هو الجديد اللي هي جايبة دوت بس فشايفين طبعا فرق يعني هي بصو هو فرق في ايه لو تلاحظوا ان الدرجة يعني تعتبر قريبة شوية من اللي فاتت اه ولكن هو التغيير كان في الرجول بتاعتها عملتها باللون الجولد هنيجي هنا هي عاملة دولاب صغير او عملت دولاب صغير زي نظوم بتخزن فيه الحاجة وبتنظم فيه الحاجة بتاعتها تحت السلم الداخلي وده حلو عجبني بردو استغلال مساحات الدايقة يعني هنيجي هنا دي الغرفة بتاعتها السيدة اللي معانا هرده بسيطة جدا اه يعني بردو حاولت ان هي اه بص حاولت ان انا نقل لكم من سيدة اه يعني بتبقى واو جدا لسيدة بردو بسيطة عندها بردو امكانيات اه بتحب ان هي تغير او تجدد في بيتها ولكن اه بتغييرها اللي هي تفضله او باللي هي تحبه فاهميني مش حاجة واو قوي ومش حاجة نازلة فاهميني حاجة وسط اه هنا طبعا كانت هي اه بتنظم الغرفة بتاعتها عندها درسنج فبردو زبطت القوضة بتاعتها الحلوة هنا بتقول ان هي بعدا ما بتخلص الهدوم بتاعتها وانا احيانا كتير بعمل كده بردو بجد بتديكي روحة فعلا جميلة هي هنا على فكرة دي غرفة ابنها اه وهي غرفة ابنها جددت جددت فيها بردو هتشوف في الوقت التغيير ده او التجديد ده اه اه بترش برفون على الهدوم او على الملابس عشان تثبت اكتر وفي نفس الوقت كمان لما تيجي تطلع الهدوم كده اه تحس براحة كده نفسية وتحس ان هي الدنيا بقت يعني حلوة انا شخصيا كتير قوي بعمل كده لما بيكون في عندي يعارفين ملابس كتير قوي عايزة تتزبط او او تتعين او كده برشها اه وبحطها في قلب الدولاب بجد بصي بتحسي فعلا فعلا براحة نفسية فعلا والله طبعا ده هنا الغرفة بتاعتها اه وده تنظيمها دي الغرفة بتاعتها هو هو مفروض كان العكس على فكرة بس انا مش عارفها يمكن عكست بقى الفيديو اه بصوها مفروض ان ده غرفة ابنها دي بعد ما كانت زبطتها والهدوم اللي هي حطتها فيها دي بعد ما كانت تزبطت تفهمني بس انا مش عارفها انا عكست بقى تقريبا ما خدتش بالي والله اللي هيبقى مركز مع الفيديو هيفهمه قصد ايه اه هنا بقى ده كان مفروض غرفة ابنها زي ما بقول لكم اه عملت الجدرون كده ورق اه حائط هو هادي برضو مش معا فيش فيه شغل كتير طبعا اه ورق اه شجر ولكن برضو هادي مش مش شغل كتير قوي يعني اه حبت ان هي تغير في القوضة شوية بحيث ان القوضة يكون فيها تغيير او يكون فيها تجديد او حاجة جديدة اللي هي تغير من الموت فهمني اه خلاص كده يعتبر كانت خلاصتها وبعد كده كانست القوضة بقى او شفطت القوضة زي ما انتو شايفين بالمكناسة البخارية وبعد كده بدأت ان هي تحط الحاجة تاني او تحط الدكورات بتاعة القوضة تاني ده كده شكل القوضة انا جبتلكو القوضة في الاول وهي بتنظمها ويعني هي بتحط الهدوم بتاعتها وبتحط الهدوم بتاعت ابنها والمنظمات وبكله يعني كده يكون خلص الفيديو بتاع شوفكو الفيديو الجاي ويه مع السلام